توقعات التلاتة الموافق 25 أبريل 25 نسان 25 تلاتة أربعة عالفين 23 هيكون التلاتة النهاردة مناسب جداً عشان نحقق كل الخطط اللي هتبقى متعلقة بأسرتنا هنتمكن النهاردة من أننا نتواصل بشكل ساحل أكتر مع الأشخاص حوالينا حتى لو لازم الأمر أننا نتلقى النهاردة تفاهم أو مساعدة من أشخاص حوالينا مهمين خلال اليوم ده هنستمتع بالتجارب اللي هتبقى ممتعة جداً معهم هنتعلق بطفل النهاردة أو بشاب تاني في أسرتنا من غير المراجح أننا نتفاجأ في حياتنا العاطفية في اليوم ده بأي حاجة في نفقات احنا كنا بنخطط عشان نحققها أو هتبتدي تنشأ بشكل مش متوقع اليوم هنطالب النهاردة بأننا ننتبه أكتر بالنسبة لكل الأشخاص النهاردة اليوم في تأكيد أكتر على كل المفاجآت اللي هتبقى عندنا اللي هتجيب لنا تنظيم حلو لليوم هيكون فيه إعدادات مهمة لكل الأشخاص اللي بيشاركونا أو بيجربوا معانا أنهم يتعلقوا بحد في حياتهم كل الأشخاص النهاردة هيكونوا حذرين جداً لكل أفعالهم في اليوم ده لأن التصرفات الخطرة والمتسرعة ممكن تسبب خسارة غير صارة في حياتنا مش هنعرف نستبعد الأخبار اللي مش حلوة اللي هتبقى نتيجة أفعالنا القديمة بس ده الواقع اللي احنا بنعيش فيه ولازم نحاول نتقلم معاه أكتر في الفترة بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة لصباح ده هتبتدي تتشاكل الشمشة شاكل سدايسي مع كوكب زحل عشان تفكرنا بالتخطيط والتنظيم فيه تأثير ممتاز جداً للتحضرات والعناية بشؤولنا الأسرية في اليوم ده هنبقى بنتولق أولويات كتيرة فيها اهتمامات إضافية هنبذل جهدنا عشان نعرف نمشي فيها هيساعدنا العبور ده على الأقل عشان نزود إحساسنا بإقاعنا وهيساعدنا عشان نلاقي إقاع لنفسنا هيبقى عندنا إمكانيات حلوة جداً هتعلمنا أننا نرضي نفسنا عشان نقبل النقد اللي بيعتبر بالناء والمشهورة اللي هنبقى بنتعرف من خلالها على مجالات كتيرة جداً في حياتنا هنحتاج أننا نعزز كل ده وهيبقى مفيد جداً لنا أننا ندعم تأييد نفسنا عشان نحقق كتير من الأهداف في الشغل وفي حياتنا هيقدبينا الوعي الذاتي لخطط كتيرة في أهدافنا الوقعية هنبقى بنفضل ونستفيد من كل التحركات المحافظة دي والأمنة لنا في وقت تاني هنبقى عندنا سخاء أكتر ودفق أكتر هنعرف نعبر عن كل ده بسهولة جداً والطبيعة مريحة جداً هنتواصل مع حاجتنا مع كل الأشخاص اللي حوالينا هنبقى منفتحين علشان نتعلم ونتغلب على كل مخاوفنا وهنبتدي نحدد النهاردة سهولة جتيرة في الاحتياجات والرغبات اللي احنا بنقوم بإننا نقمعها في الفترة هيساعدنا الدخول في علاقة جديدة وصحية المادة المدفونة للاندنا هنبقى منفتحين على العلاقة الحميمية دي وهنشارك ونشوف الجمال في عيوننا لما نبقى بنتعلم إيه اللي بنقدر نعمله هنتحسن خياراتنا وقراراتنا بشأن الطاقة والعلاقات والأمور المالية اللي احنا فيها وبكده بنكون وصلنا لأخر الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش انتم مستنين إيه يريد تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معي أنا بكبر بيكم وبدعمكم لي المتواصل